موسيقى أنوار من الوحي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في الحديث المتفق عليه من حديث عائشة رضوان الله عليها أن رجلا استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فلما رآه قال بئس أخ العشيرة وبئس بن العشيرة فلما جلس تطلق النبي عليه الصلاة والسلام في وجهه وانبسط إليه فلما انطلق الرجل قالت له عائشة يا رسول الله حين رأيت الرجل قلت له كذا وكذا ثم تطلقت في وجهه وانبسط إليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة متى عهدتيني فحاشا إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء شره أيها السادة هذا الحديث يبين لنا أن النبي عليه الصلاة والسلام كيف تصرف مع هذا الرجل ومعنى قوله استأذن يعني طلب الإذن في الدخول والعشيرة كما تعلمون هي القبيلة واسم هذا الرجل كما جاء في بعض الروايات هو عيين بن حصن وقد أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبين ضعف إيمان هذا الرجل تطلق النبي في وجهه أي أظهر بشاشة الوجه وانبسط إليه وتبسم ماذا نستفاد من هذا الحديث أيها الإخوة وهو حديث غاية في الروعة على الأقل أيها السادة نستفيد منه أمرين الأمر الأول أن نفرق بين المدارات والمداهنة وما أكثر ما يخلط الناس بينهما ولا سيما من واقعنا المدارات أيها السادة المدارات هي أن نقدم شيئا من دنيانا في سبيل ديننا أما المداهنة هي أن نبيع جزءا من ديننا من أجل دنيانا فشتان بين الأمرين شتان بين أن يتنازل الرجل عن بعض ممتلكاته أو أمواله في سبيل ماذا؟ في سبيل أن يقرب الآخر إلى دينه وبين ذاك كما كان يحصل في الأمن عندنا سابقا بين من يبيع دينه وربما عرضه من أجل ماذا؟ من أجل أن يتقرب إلى الآخرين إذن هذا أمر ينبغي أن يكون واضحا في أذهاننا الأمر الثاني الذي نستفيده من هذا الحديث أيها السادة أن من اشتهر بالفسق وظهر ظلمه أنه لا غيبة له وهذه أيضا ينبغي أن ننتبه إليها أما من خلط عملا صالحا بآخر حسن فهذا لا نختابه أيها السادة الذي وقع في الظلم واشتهر به وتفاخر به لا غيبة له وكما قال العلماء هذا الحديث أصل في قضية المدارعة نأخذ من هذا الحديث أمرا آخر أن سيدة عائشة لم تسكت فلنتعلم منها عندما نكون في مجلس ما ونجد شيئا غريبا علينا أن لا نسكت أن نستفهم والسيدة عائشة استفهمت بلطف رضوان الله عليها وأخيرا ماذا قال النبي عليه الصلاة وسلام من تركه الناس اتقاء شره إذن هذا الأمر مخيف أيها السادة إن شر الناس من تركه الناس اتقاء شره كما قال ربنا إن ربك لب المرصاد فما أكثر ما تجد في محلاتنا وفي شوارعنا أشخاصا تتركهم خوفا ليس خوفا منهم وإنما خوفا من مشاكل أخرى وربما يجرون عليك فتنا أخرى نذكرهم هنا بقول الله تعالى إن ربك لب المرصاد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنوار من الوحي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر